موقف الموميات الملكية ميري تشارلسي من كندا انا بس هقول حاجة صغيرة الاصحابي الهما كانوا بيتفرجوا معي على اليفانت وهو شغال لاني كنت وقتها بالشغل كان كلنا معي كانوا اجانب كانوا مبهورين بالحدث الكبير العظيم الفحم ده ان ابل 3rd 2021 اجبت برد 22 روال مميات 18 kings and 4 queens through the streets of cairo the royal mummies transferred from the egyptian museum in tahrir square to their new home at pustat's national museum of egyptian civilization in the presence of our president mr abd al-fattah al-sisi egyptian living abroad were so proud so was i thanks for everyone who participated in this great unique global event special thanks to our president mr abd al-fattah al-sisi who stood by personally to greet the arrival of the royal mummies الحدث كبير وعزيم وفخم بشكر جدا كل الناس اللي هي سهمت على العمل المشرف ده بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي هو اضاف قيمة للعمل بقول له احنا مبسوطين ان احنا انك كنت موجود في الحدث ده مبسوطين انه العالم كله اه ركز اه وجهت العالم كله على مصر فعلا حاجة مشرفة جميلة اه الاجيال الجاية كلها هتتكلم على عظمة الحدث ده اه هتتكلم على وجودك فيه هتتكلم على كنتو اه قد ايه حاجة جميلة انا بشكر كمان المخرج عمر عزيز بقول له مش اسرتك بس هي اللي فخورة بيك احنا كلنا فخورين بيك اه انت عملت عمل عظيم عمل كبير اه لو شفت الكومنس والتعليقات تاعت الناس وقت هم هم بيتفرجوا هتعرف قد ايه السهر والتعب والسترس اللي انت كنت فيه قد ايه اه كان ذي قيمة اه خلانا يعني فخورين جدا ان احنا نشوف عمل اه عظيم مصري اه بالقيمة الكبيرة دي اه بنشكر طبعا مستر احمد المورسي بنشكر كل الاركسترا والارتست وكل اللي سهموا اه ان هم ما يطلعوا العمل الكبير ده اه مصري جميلة احنا يمكن عايشين اه برا بس اه قلوبنا دايما في مصر دايما بنفكر فيها اه سحبنا وذكرياتنا واما كل حاجاتات في مصر اه فالتاني الحاجات دي بتفرق معنا جدا اه بنشكركم جدا جدا اه على العمل الكبير ده ترجمة نانسي قنقر